أسعد الله وقادكم بكل خير أحمد بدواوي قال لي بومجرن عدستك لازم تصور شلالات مدينة حتى قتلوا وين شو الشلالات اللي مستوية بعد عندكم قال في سد من السدود بدوا يفتحون الماء منه بسبب مشاريع التطويرية اللي تكون في مدينة حتى مبلاحقين ان احنا نغطي ما شاء الله تبارك الرحمن شو ممكن توصل له مدينة حتى من مفاجآت انا بحاول اني اصور هذا المكان واذا شفته جميل ورائع لاجازة نهاية الاسبوع لازم اخذ عيالي بالذات احمد ومحمد توأم حياتي ونسبح في الشلالات اللي في مدينة حتى ما شاء الله تبارك الرحمن كل مرة ازور حتى القى فيها شيء يديد ايه بحمد اليوم لابس بقى حبيه صفراء ويصور تبارك الرحمن المكان يفاجأك بين الشيار والسدر والبقعة هذه الجميلة تلقى هذا الشلال وهذا الوادي اللي يري ما شاء الله هلا بحمد هلا جريب 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 طالع طالع ما شاء الله اول واحد يصور فيها البقعة دوم شاء الله تبارك الرحمن صوت الماء والشلال كم يسوى هذا ما شاء الله المكان ما اجمله هذا الشلال يمشي في ياري من هالمكان كله بحمد هناك سد هذا السد في هذه البقعة وهو اللي مشى والمامنة انطح في الماي بحمد انقذني زي شو قصة السد هذا شوف مجرن هذا مجرن الوادي الأصلي وهم شو زوه عندهم مشاريع اللي اخذ السد فاضطروا انهم يفضوا السد يفضون ولا يخففون من سوفي هذا السد بيخفضوه تقريبا يمكن يخله اقل عن الربع بإذن الله وهذه السد طالعونك وهنا مناظر وشلالات وهذا اللي تحت فيه تقريبا قريب كيلو ما شاء الله كلها شلالات وما تشوف شراء هذا وبدعم شيء احلى بحد هي عبارة عن مشاريع تطويرية في مدينة حتى هي نعم في مرودة بشعوب هي اللي في السد هذا شوف هي الماء بارد شوف ايه برودة طيبة ايه ودك تكون بلبس سباحة وتتودن في هالمكان الطيب وشوفوا المجرة مطولة في هذي البقعة كلها طبعا ما حد هي يتواجد في هالوديان اللي يكون تحت رقابة يدياب عياله يتابعهم يراقبهم اه طبعا بعد الصخور ممكن تكون تزلك وبعض الاماكن فيها عمق متر متر ونص فالحذر واجب ما شاء الله بحميد السمج هذا اللي موجود في البحيرات من الاسماك اللي تساعد في اه انها تاكل يراقات البعوض صحيح وتنظف المكان ما شاء الله حتى القصب في الماي له رونق جميل في التصوير لكن اصحاب المزارع يستاذون من كثرته في الوديان شرب الماء ويغطي المنابق يعني يعني هذه غبة يري تزبح فيها وكذلك مكان حلو لكنه غطاها خلاص ما شاء الله يعني البعض يعتبر وجود القصب في هالأماكن سلبي بيئيا ما ادري ما عندي معلومات ولكن المكان هذا لو بدون هذا القصب هاي كلها شلالات وبقاع طيبة وجميلة تسبح فيها ما شاء الله تبارك الرحمن كل مرة ازور حتى اكتشف شي دي هذا الموقع ما شاء الله رائع ومميز وجميل درقة الحرارة ما عليكم شوية حريت لاني في كتمة درقة الحرارة 33 وكنت ياي من ادبي 42 ولا جواء اذا عندك السايبة او في ظلة ولا اروع لكن دا كنت متودن في الماء والشلالات انسى تحس بعمرك امسافر طبيعة جميلة اكتر من رائعة اي نعم صراحة عدنا حتى في المرات تكتشف شي جميل صح شي جميل بس عدنا مدير مدير مميز نعم مدير فريق سماوي اللي استكشف يستكشف كل يوم يستكشف اماكن كثيرة بس يخص حتى وايد يحب حتى وايد نعم من شي حببنا فيها نعم فترة فترة قبل كم من يوم زرنا الساحل الشرقي لدولة الامارات في خور فكان وفي الفجيرة وماكن جميلة لكن الكاميرا روحها تلف 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 البوصلة البوصلة روحها تلف وترجع لمدينة حتى مسقط راس مديرنا مديرنا طالعشوا ايقابل ايقابل كل شي كل يوم كل يوم شي كل يوم مكان يديد كل يوم مكان يديد ها مدير عمر مدواخ انت عمر هي هي يحب حتى وايد ملومة دارة دارك وبقع يقوله اذا ما تصوروا حتى يزعلوا عليك هل حتى يقول ليش ما تصوروا حتى لا صراحة حتى والمناطق الشرقية اللي صورناها كل بقعة تقول انا انا في الامارات دار زايد وان تقدر توصل طبعا نعم اي من كلها بلادك او باذن الله عدسة سماوي بتتواجد في كل زاوية من زوايا دولة الامارات وغير دولة الامارات ايذن الله الجزيرة العربية فيها اشياء كثيرة وبحثنا بنلقى و هذا الموقع انا بالنسبة لي في مدينة حتى يديد كل ما ندور بنلقى مكان يديد يالا بنسي اندي شلال شكرا الله 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 قال بحمد في شلال جميل موجود لونه صغير لكن يقول كلمة طيبة والكلمة الطيبة لازم تنذكر شوفوا البقعة ما جملها بلدية دبي فرح حتى اهم اتسلت بهم هاي وقال فالك طيب طرشوا جي بي سي ونظفوا المكان حق التطوير بس كافوا كافوا عليهم هاي البقعة كنا محرومين من جمالها بسبب القصب لكن ما شاء الله تبارك الرحمن من شلال القصب طلع جمال ورونق هذا الشلال الصوت وجماله يشرح القلب اللهم بارك لنا في أوطاننا واجعل هذه الأرض مباركة بحميد لك التحية يشكيك من رايح القنبان يشكيك من رايح القنبان يا عود رمان يا عود رمان يا عود رمان يا عود رمان في واده يسكيك من رايح القنبان يا عود رمان مبادني منك مبادلة الهجر والجبى مكان يا عود رمان مبادني منك مبادلة الهجر والجبى مكان يا عود رمان يا عود رمان في واده يسكيك من رايح القنبان يا عود رمان منك غدا شعبي وزادي يا ورد الماء ونا ضميان يا عود رمان منك غدا شعبي وزادي يا ورد الماء ونا ضميان يا عود رمان يا عود رمان في واده يسكيك من رايح القنبان يا عود رمان قلبي على جمرك الهادي تصليه يامش على النيران يا عود رمان قلبي على جمرك الهادي تصليه يامش على النيران يا عود رمان قلبي على جمرك الهادي تصليه يامش على النيران يا عود رمان 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 يا عود رمان